انا فرحان حجزة المغرب الحمد لله انا انا داري جميعا فرحانين كل شي ونشوفوا مان شاء الله نشوفوا حتى الكأس العالم كيفاش نديره تاريخ 23 اكتوبر تم الاعلان للائحة المشاركة في كأس العالم الاقل من 17 سنة باندونيسيا القائمة اللي مفيهاش احد افضل مواهب صاعدة بالمانيا ادم ازنون هنا كل شي بدك يتساءل كيفاش وعلاش والاعلام كامل تقريبا بلصم يركز للائحة كل شي كان يستطيع الى استبعاد ادم ازنو من المجموعة وهنا غنطرحوا سؤال مهم واش هاد الموهب كي يستحق هالضجة الاعلامية كاملة اللي دارتاليه واش فعلا تضلم وغنخاص ويكون مع المنتخب باش نجاوبوا له هاد الاسئلة خاصنا ضروري بدأوا القيصة ديالو من الاول باش ما نسمى واش ندويه من فرع غنشوفوا المستوى والارقام ديالو بعد تصريحات اليه من المسؤولين والمدربين وتفاصيل عديدة ستوضح لكم ان ادم موهب كبيرا قدروا نخسروها من بعد محدف منشور تمثيل المغرب من انستغرام وارفض دعوة المدري بوهبي للحضور مع منتخب اقل من 20 سنة تأكد انك ادعمتين بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك معنا في القناة ومبدأوا على بركة الله ادم ازنو بن الشيخ تزادي يوم 2 يونيوم من عام 2006 بمدينة برشلونة لكن بداية لمس الكورة ما كانت مع البرسا بل مع نادي مغمور في المنطقة سميتو ايف سي دام بقرار من الاسرة ديالو لشجعته لولوج هاد المدرسة الكوروية المهم سنة واحدة فقط ما هاد النادي المتواضع كانت كافية باش تبان الموهبة ديالو وتبان ملامح لاعب كبير في المستقبل لذلك كان ضروري دير بطلنا خطوة الامام بالانضمام الاحد افضل اكاديميات في العالم لمسية مدرسة نادي برشلونة لانتقال هاد المدرسة العريقة ما كيكونش بهات السهولة لانه كيكونوا كشافيين ومسؤولين كيراقبوا المواهب الصعيدة وادم كان من المواهب المراقبة من كشافي لمسية لرسلوا الادارة النادي تقارير ايجابي عليه وتم تعاقد معه سنة 2019 لعب مع البارسة في فئة اقل من 14 و 15 و 16 السنة وقدموا السويات رائعة جدا فهذا المراحل السنية تطور في العديد من الجوانب خاصة تاكتيكية والبدنية ونال اعجاب كل مكونات النادي وتلي خلهم يقدموا لي عروض من اجل تجديد العقد ديالو ولكن ادم كان رافض هاد الفكرة سبب انهم بغويس عضوه الى فئة شباب بي تحت 18 السنة وبراتب شهر نقص وهو كان يطمح يتواجد ما فئة الشباب اه اقل من 19 سنة وبراتب افضل تقدر تجيك يعجب العفاد العمر كيرفض تعاقد مع احد اكبر الاندية في العالم لكن ادم كان عارف المجسوى ديالو وتعيق في امكانياتو وكان عارف باللي كان بالزاف ديال النوادي ما يتمين به وطمعين انهم يجدد شلعقد ديالو مع البارسا باش يمشي ليهم فابور ومن ضمنهم اليوفي ريال مادريد باير ميونيخ بين فيكا ودورتموند وايضا ليفركوزن نعم هذه كلها عروض جاتفاد العمر الصغير لكن ادم العائلة ديالو اقتنعوا اكتر بعرض البايير ليفاز بالريهانو حصل على الصفقة بعد التوقيع ليه بشكل رسمي في شهر يوليوز من سنة 2022 لمدة موسمين ادم صحيح انه كان مرتاح في مدينة بارشلونة اللي عاش فيها وتعلم فيها الكثير في مدرسة لمصية ولكن ادارة النادي ما اعطيتوش المكان اللي كي يستحق عكس مسؤولي اكاديمية باير ميونيخ اللي اولا وفره له راتب افضل من بارشلونة وايضا على مستوى المكانة باللعب مع فئة اقل من 19 سنة فعلا البطن كان فرحان بدل خطوة الانتقالية لاحد افضل فرق العالم باير ميونيخ اللي تأقلم معهم بشكل سريع وقدموا السويات رائعة منذ البداية هلات مدرب فريق شباب يوخين ساوير يخرج بتصريح ويأكد بان ادم ظاهر ايصر موهوب كي تميز بنزعة هجومية كبيرة وذكية ومهاري جدا وكي قدمت مريرات عرضية دقيقة ايضا مكونات النادي الالماني كانوا فرحانين بخطفات صفقة من عدة نوادي كبرى وهاتش كان ظاهر من تصريح لمدير الرياضي انا داك حاميديت لأحد الصحف الالمانية اللي قال في بان الكشافين داروا خدمة نقية وحنسوا اداء بهات تعاقد رغم ان موسم الاول ما كانش مزيان كيف ما كان كيت منه بسبب تعرض الاصابة غيباته لمدة 3 اشهر ولكن بالرغم من ذلك رجع اقوى من قبل خصوصا في بداية هذا الموسم 2022-2023 مع فئة اقل من 19 السنة سجل هدفين وقدمت مرير حاسيمة في الدور الالماني ومتألق بشكل كبير في دور المجموهات من منافسات دوري الابطال للشباب صناعته الهدف في الجولة الاولى ذيتا ماشيستر يونايتد والتسجيل في الجولة الثانية امام غلاطة سراي وصناعته من جديد الهدف ضد نفس الفريق التوركي وايضا تقديم تمرير حاسيمة اخرى امام نادي كوبنهاقن تنماركي في الجولة الخامسة هذه المساهمات تهديفية فقط اما المشتوى ذي له في كل مباراة كيكون كبير وفعال سواء هجوميا او دفاعيا وقبل من دوز المصارى الدولي والقضية ذي له مع المنتخب خاصنا نعرف انه منذ بداية مع البايير كان دائما كيحضر التدريب الفريق الاول سواء مع المدرب السابق الالماني ناقيل سمان او المدرب الحالي توماس دوخيل وهذا كيبقى اكبر دليل على امكانيات ادم الكبيرة لما عارفينش الناس ان قصة ادم ازنوا مع المنتخب ما بدأتش مع سايد شيبا بل مع المدرب طارق مخناس لكيشرف على تدريب منتخب اقل من 15 السنة وهو اول من استدعى للمنتخب سنة 2021 ولعب مع هاد في اجوج مباريات لكن ادمه من بعد تقلق انا داك مع البارسا ستوجه لي الدعوة من منتخب اسبانيا وغير يلعب معهم في فئة اقل من 16 السنة و 17 السنة هنا كل شي بدك يقول صعف اللاعب حسن قراره وغير يبقى مع اسبانيا دائما ولكن وقعات المفاجأة الصارة بعد ما اختار العودة لتمثيل المغرب من جديد عبر تدوينه قام بنشره بالانستغرام مفادها انه فخور وفرحان بعد الخطوة قرار ادم كان نهائي وعلن عليه بكل فخر وكان متحمس بزاف مش يحمل قميس المنتخب في كأس العالم اندونيسيا خصوصا انه تواجد في المقابلتين الوديتين في الاستعدادات قبل المونديال ولكن الصدمة اللي كانت هي ان ادم غير موجود في اللائحة النهائية بقرار من المدرب سعيد شيبا هاد الامر ما صدمش غير ادم بحده بل اي واحد كيتاب هاد الفئة لان الامر غير منطقي وما كيدخلش للعقل كيفاش لاعب هاد المستوى كيلعب مع فريق بحجم البايير وكيتدرب مع الفريق الاول ديلهم سبق لي لعب مع منتخب اسبانيا والارقام ديلهم ممتازة فاد السنة في الاخير ما تختاروش باش يكون مع المنتخب تقريبا جميع المغاربة ولحسب ما شفت انا شخصيا كان عندهم نفس الرأي سواء جمهور او اعلام هو ان ادم تظلم وكان من المنطقي يكون في اللائحة واخد تحاول تلقى عذر او تحاول تفهم هذا القرار ما غادش تقدر المهم اول ردة فعل دار ادم يحدث المنشور اللي لاحب قميص المنتخب من الانستغرام تعبيرا للغضب ديله من قرار شيبا لكن من بعد رجع الصورة وخلها المدة طويلة حتى الاسابيع الماضية كانت فاجئوا مرة اخرى بحذف نفس المنشور والاكتر من ذلك انه رفض دعوات المدرب واهبي للحضور مع منتخب اقل من 20 سنة في التجمع الاخير صحيح انه هالتصرف ديل حد في منشور تمثيل المغرب جوش مرات يقدر ما يعجبش بالزاف ديل الناس لكن خاصة نكونوا متفاهمين المشاعر هاد اللاعب في هاد العمر اللي كان الحلم ديله هو يمثل بلاده في كأس العالم رفض اغراءات اسبانيا اللي كانوا متشبتين بيه واللي كان ممكن يلعب معهم كأس العالم ولكن في الاخير تم استبعاده ولكن ان تتخيلوا الموقف ديله امام زملاء السابقين في اسبانيا حاليا الامور غامضة ومعرفناش قرار ادم نهائي كيف ما قلنا حدف منشور تمثيل المغرب ورفض دعوات منتخب اقل من 20 سنة لكن هاد البطل اختار حمل القميص الوطني عن قناعه حب وكذلك من خلال تأثير العائلي حكم ان والديه من المغرب ما عندوش اصول اخرى وهدش كيرجح الكفة بانه غادي بقى معنا ومسألة العودة ديله للعب بالقميص الوطني كتبقى مجرد وقت فقط اما الان فهو مركز مع النادي ديله البايير لانه محسب الصحافة الالمانية كيعتبره بديل الفونسو ديفيز في الفريق الاول وغير تم تصعيده بشكل نهائي في الايام القادمة كانت منولي كل التوفيق ان شاء الله ولي ما لا نشوفوه مع المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول في قادم السنوات ضروري تخليوا لي الرأي دي لكم في ادم في التعاليق وكنتمنى زيارتكم الحساب الخاص على انستغرام مونير غزالي فين كانت واصل معكم مباشرة مونير يحييكم الى مقطع قادم ان شاء الله